مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم الرواية الأولى من سلسلة هاري بوتر الشهيرة وهي رواية حجر الفلاسفة لكاتبة البريطانية جاي كاي رولينغ والتي نشرتها عام 1997 يلاحظ السيد ديرسلي وهو رجل إنجليزي ثري أحداثا غريبة في طريقه إلى العمل ذات يوم في تلك الليلة يلتقي ألبوس دامبلدور رئيس أكاديمية السحر المسمات هوغورتس بالبروفيسور ماكغانيغل التي تدرس أيضا في هوغورتس وعملاق اسمه هاگريد خارج منزل دورسلي يخبر دامبلدور ماكغانيغل أن شخصا ما يدعى فولدومور قد قتل السيدة وسيدة بوتر وأنه فشل في قتل طفلهما هاري يترك دامبلدور هاري مع ورقة توضيحية في سلة أمام منزل ديرسلي بعد عشر سنوات يهيمن دادلي ابن ديرسلي على المنزل ويعذب هاري ويتنمر عليه دادلي مدلل بينما هاري يضطر للنوم في خزانة تحت الدرج في حديقة الحيوانات في عيد ميلاد دادلي يختفي الزجاج الذي يكون وراءه ثعبان ضخم مخيف مما يرعب الجميع هناك ويعاقب هاري لاحقا على هذا الحادث تبدأ الرسائل الغامضة في الوصول إلى هاري وهي تقلق السيدة ديرسلي الذي يحاول إبعادها عن هاري لكن الرسائل تستمر في الوصول من خلال كل صدع في المنزل أخيرا يفر ديرسلي مع عائلته إلى كوخ منعزل على جزيرة عشية عيد ميلاد هاري الحادي عشر في منتصف الليل يسمعون دويا كبيرا على الباب ويدخل هاجرد يسلم هاجرد هاري خطاب قبول إلى مدرسة هوغورتز للسحر والشعوذة ثم يعلم هاري أن عائلة ديرسلي قد حاولت منعه من تعلم السحر طوال هذه السنوات في اليوم التالي يصطحب هاجرد هاري إلى لندن لشراء اللوازم المدرسية يذهبان أولا إلى بنك السحرة حيث يعلم هاري أن والديه قد ترك له مخزونا ضخما من المال يتسوقان في الشارع التجاري المعروف باسم زقاق داياغن حيث يرتدي هاري زيه المدرسي يشتري هاري كتبا ومكونات للجرعات السحرية وأخيرا عصا سحرية وهي العصى المصاحبة للشرير فولدمور بعد شهر يذهب هاري إلى محطة القطار ويركب قطاره إلى هوغورتز المتوقف في الرصيف تسعة وثلاثة أرباع في القطار يصادق هاري طلابا آخرين في السنة الأولى مثل رون ويزلي وهيرمايني جرينجر وهي فتاة نصف بشرية ونصف ساحرة تم اختيارها لارتياد هوغورتز في المدرسة يتناوب الطلاب في السنوات الأولى على ارتداء قبعة الفرز لمعرفة المنزل السكني الذي سيعيشون فيه يخشى هاري أن يتم تعيينه في منزل سليدرين الشرير لكن ينتهي به الأمر مع رون وهيرمايني في منزل جريفندر النبيل مع بدء العام الدراسي يكتشف هاري أن أستاذ الجرعات سنيب لا يحبه يطمئن هاگريد هاري أنه ليس لدى سنيب سبب ليقرهه خلال درس الطيران الأول على أعواد المكنسة يطلب من الطلاب البقاء على الأرض بينما تأخذ المعلمة صبيا مصابا يدعى نيفل إلى المستشفى دريكو مالفوي المتنمر من سليدرين ينتزع مكنسة نيفل الثمينة ويطير بها إلى أعلى شجرة يطير هاري وراءه يرمي مالفوي الكرة في الهواء ويسرع هاري إلى أسفل ليمسكها ببراعة البروفيسور ماجونغل تشهد هذا الحادث وبدلا من معاقبة هاري فإنها توصي بأن يلعب لفريق جريفندر لعبة كويديتش وهي لعبة محبوبة للغاية تشبه كرة القدم التي تلعب على عصى المكنسة في وقت لاحق من ذلك اليوم يتحدى مالفوي هاري في مبارزة سحرية في منتصف الليل لا يحضر مالفوي في المكان المحدد ويكاد هاري يقع في مشكلة أثناء محاولته الاختباء إذ يكتشف عن طريق الخطأ كلبا شرسا بثلاثة رؤوس يحرص بابا في ممر الطابق الثالث المحضور في عيد الهالوين يتم العثور على عملاق في المبنى تتم مرافقة جميع الطلاب للعودة إلى مهاجعهم لكن هاري ورون يتسللان للعثور على هيرمايني التي تكون وحدها في حمام الفتيات وغير مدركة لأمر العملاق يتعاون الثلاثة في هزيمة العملاق وتروي هيرمايني كذبة لحماية هاري ورون من العقاب خلال أول مباراة كويديتش لهاري تخرج مكنسته عن السيطرة تلاحظ هيرمايني سنيب وهو يحدق في هاري ويتمتم لعنة تستنتج أنه يتلاعب بمكنسة هاري فتضرم النار في ملابس سنيب يستعيد هاري السيطرة على المكنسة ويؤدي مهمة مذهلة للفوز بالمباراة في عيد الميلاد يتلقى هاري عباءة والده الخفية فيلبسها ويستكشف المدرسة في وقت متأخر من الليل يكتشف مرآة عجيبة تظهر الرغبة العميقة لمن ينظر إليها ينظر هاري فيها ويرى والديه على قيد الحياة بعد عيد الميلاد يبدأ هاري ورون وهيرمايني في كشف العلاقة الغامضة بين اقتحام العملاق للمدرسة وكلب الحراسة ذي الرؤوس الثلاثة يتعلمون أن الكلب يحرص حجر الفلاسفة القادر على توفير الحياة الأبدية والثروة غير المحدودة لمالكه وهو ملك لنيكولاس فلامل شريك دامبلدور القديم بعد بضعة أسابيع يفوز هاجريد ببيضة تنين في لعبة بوكر نظرا لأنه من غير القانوني امتلاك التنانين يتصل هاري ورون وهيرمايني بشقيق رون الأكبر الذي يدرس التنانين يرتبون لتخلص من التنين ولكن يتم القبض عليهم فيعاقب هاري ورون وهيرمايني بشدة ويخسر غريفندور 150 نقطة علاوة على ذلك فإن جزءا من عقابهم هو الذهاب إلى الغابة المسحورة مع هاجريد لاكتشاف من كان يقتل الحيوانات من فصيلة وحيد القرن مؤخرا في الغابة يلتقي هاري رجلا مقنعا يشرب دم وحيد القرن يحاول الرجل مهاجمة هاري ولكن يتم إنقاذه من قبل قنطور أي نصف إنسان نصف حصان ودود يخبره أن مهاجمه هو فولدمور يعلم هاري أيضا أن فولدمور هو من يحاول سرقة حجر الفلاسفة يقرر هاري أنه يجب عليه أن يجد الحجر قبل فولدمور يتسلل هو وارون وهيرمايني في تلك الليلة إلى ممر الطابق الثالث المحضور يتخطون كلب الحراسة ويفعلون العديد من الأعمال الرائعة عندما يقتربون أكثر فأكثر من الحجر يجد هاري نفسه وجها لوجه مع كويرل الذي يعلن أن هاري يجب أن يموت مع العلم أن هاري يرغب في العثور على الحجر يضع كويرل هاري أمام المرآة العجيبة ويجبره على أن يصف ما يراه يرى هاري الحجر في جيبه وفي نفس اللحظة يشعر بوجوده هناك لكنه يخبر كويرل أنه يرى شيئا آخر يخبر صوت مجهول كويرل أن الصبي يكذب ويطلب التحدث إلى هاري وجها لوجه يزيل كويرل أمامته ويكشف عن وجه فولدمور على مؤخرة رأسه فولدمور الذي يسكن جسد كويرل يأمر الأخير بقتل هاري لكن كويرل يحترق حين يلمس هاري ينشب صراع بينهما ثم يغمى على هاري عندما يستعيد هاري وعيه يكون في المستشفى مع دامبلدور يوضح دامبلدور أنه أنقذ هاري من كويرل في الوقت المناسب ويضيف أنه وفلاميل قرر تدمير الحجر يتجه هاري إلى مأدوبة نهاية العام حيث تحتفل مجموعة سليذرين بفوزها السابع على التوالي بكأس بطولة المدرسة فجأة يقف دامبلدور ويمنح غريفندور العديد من النقاط في اللحظة الأخيرة مقابل إنجازات هاري وأصدقائه وهكذا تفوز مجموعة غريفندور بالكأس ثم يعود هاري إلى لندن لقضاء الصيف مع عائلة دورسلي أتمنى أن يكون ملخص هاري بوتر وحجر الفلاسفة قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر